والله وصية لهم أن يجتهدوا والله سبحانه وتعالى يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين فهذه إن شاء الله من عجل البشرى أن يكونوا من المتسابقين في مثل هذا البرنامج وهذه المسابقات الرائعة والسباق الحقيقي الحقيقة هو سباق إرقى إقرأ ورقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها هناك السباق الحقيقي لكن هذا يعطينا صورة ربما تقرب بعض تلك المعاني التي قالها رسولنا صلى الله عليه وسلم في أن التنافس الحقيقي هو التنافس في كتاب الله عز وجل كما في الحديث لا تنافس إلا في اثنتين ومنها التنافس في كتاب الله عز وجل حفظا وتلاوة وتدبرا وما إلى ذلك من العلم العلوم المختلفة المرتبطة بالقرآن الكريم والحقيقة أنا سررت وأنا أسمع بعض يعني ما وصلني بعض المعلومات من تعريف الإخوة بأنفسهم من تنوع التخصصات الموجودة وهذا الحقيقة أمر أثلج الصدر لأن الكثيرين يظنون بأن حملة القرآن الكريم هم أناس منعزلون عن الحياة بعيدون عن الواقع ربما مقتصرون على التلاوة والحفظ والإسناد وما إلى ذلك وقضايا الطب والهندسة هي للأذكياء والمتفوقين وكذا لكن واقع الأمر وما نراه صورة من هذا الواقع أن حملة القرآن الكريم هم موجودون في كل مجالات الحياة موجودون في الطب في الهندسة في الإعلام في الاقتصاد في الإدارة في كل مجالات الحياة الإنسانية وإن شاء الله هم دائما أصحاب بصمة في هذه المجالات وهذا ما نتمنى من الإخوة جميعا أن يكونوا أصحاب بصمة في مجالاتهم لأن القرآن الكريم كما أخبر الله عز وجل كتاب مبارك وبركته تحل في حامله فيبارك الله في وقته ويبارك في عمره ويبارك في عقله ويبارك في فهمه ويعني لا أريد أن أستبق لكن أعتقد أن كل واحد من الإخوة له تجربة أو تجارب أحس فيها ببركة القرآن الكريم في فهمه وتعلمه ودراسته وربما من خلال هذا البرنامج المبارك يسمع المشاهدون بعض تجارب الإخوة في تأثير القرآن الكريم في حياتهم التعليمية والعملية إن شاء الله تعالى اشتركوا في القناة